الانتهاكات الإماراتية لحقوق الإنسان في اليمن على طاولة البحث في الكونجرس الأمريكي إجراء هو الأهم يقارب هذه الانتهاكات على خلفية الدار الأمريكي في عملية استجواب للمعتقلين داخل سجون سرية تديرها الإمارات وحلفاؤها جنوب اليمن ويطالب بتحقيق علني وشفاف في طبيعة هذا الدور اعتمد المجلس تعديلا على مشروع قانون وزارة الدفاع الأمريكية ينص على ضرورة التحقيق فيما إذا انخرط موظفون عسكريون أو استخباراتيون أمريكيون في عمليات التعذيب بهذه السجون السرية أحد مقدم هذا التعديل هو النائب روخانا الذي شدد على أنه من غير المقبول أن يشارك موظفون أمريكيون في التعذيب أو أن يعتمدوا على دولة أخرى مثل الإمارات في استخدام هذه الأساليب وأعرب عن اعتقاده بعدم وجود شفافية كافية بشأن الدور الأمريكي في اليمن ووثقا للتعديل الذي أجره مجلس النواب الأمريكي فإنه يتعين تقديم تقريرا علنيا بنتائج التحقيقات بشأن الدور الأمريكي في عمليات استجواب معتقلين يمنيين خلال 120 يوما تحرك كهذا جاء بعد تحقيقات صحفية موثقة لوكالة أسوشيتا دي بريس الأمريكية كشفت في وقت سابق عن وجود 18 سجنا سريا على الأقل تديرها الإمارات وتشكيلة مسلحة تابعة لها في جنوب اليمن وفيها يتعرض المعتقلون لأقصى صنوف التعذيب واكتسبت هذه التقارير مصداقيتها من تأكيدات فريق الخبراء التابع المجلس الأمن الذي أشار بوضوح إلى أن القوات الإماراتية في اليمن كانت مسؤولة عن أعمال التعذيب التي شملت الضرب والصعق في الكهرباء والحرمان من العلاج الطبي والعنف الجنسي لاجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من جهتها صادقت على مشروع قرار حول اليمن بدعم من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ينص المشروع على إدلاء وزير الخارجية ماك بومبيو بشهادة تفيد ببدل الحكومة السعودية جهودا لإنهاء الحرب وإذا تعذر على الوزير إثبات ذلك سينص القرار على منع الطائرات الأمريكية من تزويد الطائرات السعودية بالوقود جوا مع وجود بند يعفي الحكومة من تنفيذ القانون لأسباب تتعلق بالأمن القومي لكنها لن تستطيع اللجوء إليه إلا بعد أن تشرح كتابيا موانع تنفيذه تستمر الانتهاكات الإماراتية لحقوق الإنسان في اليمن في خضم حرب غامضة الأهداف لكن هامش التغطية الأمريكي يبدو أنه ينحسر عن مبارسات كهذه بانتظار أن تتوقف هذه الانتهاكات التي فاقت كل الحدود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر